بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على خير رسله وأعز أنبيائه سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سلام عليكم مشاهدين الكرام أينما كنتم ورحمة الله وبركاته حديثنا معكم حول الآية 33 من سورة الأحزاب وعلاقتها بأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام الآية الكريمة التي تقول بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا قبل أن نتحدث عن خصوصية هذه الآية وما تحمله من معاني ودلالات وما يمكن أن يستفاد منها من إشارات لابد من أن أشير إلى مسألة تتعلق بالسياق العام الذي ترد فيه آيات الكتاب الكريم في القرآن الكريم هناك نسق خاص امتاز به القرآن الكريم وفيه دلالات بلاغية وأدبية هي من خصائص القرآن الكريم القرآن الكريم فيه مواضيع متعددة ومتنوعة تارة يكون الموضوع الواحد الذي تتناوله الآيات يحتاج إلى عدة آيات لكي تكتمل الفكرة لكي يكتمل الموضوع فهو في عدة آيات من القرآن الكريم وبالتالي يكون هناك سياق معين يفهم من دلالات هذه الآيات المترابطة التي تتحدث عن معنى واحد هناك شيء آخر نجد فيه أن آية واحدة في القرآن الكريم تتحدث عن أكثر من موضوع وبالتالي يكون كل موضوع كل فقرة منها تشير إلى معنى معين كذلك الحال نشاهد أحيانا أن آية تتحدث عن موضوع الآية الأخرى تتحدث عن موضوع وهكذا في بعض الأحيان نجد أن هناك تداخلا في الآيات ما المقصود في التداخل؟ يعني مجموعة من الآيات تتحدث عن سياق معين ويدخل بينها آية أو أكثر تتحدث عن موضوع آخر ثم تعود الآيات الأخرى التي تتناول مواضيعها المرتبطة فيها هذه الآية التي تحدثنا عنها هي في الواقع جزء كما قلت من الآية 33 وليست آية كاملة إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وطبعا تلاحظون أنني في بداية كل كلامي وكثير من المتكلمين والخطبة العبارات التي يذكرونها بالدعاء أو من كلام يشير إلى مضمون هذه الآية الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا الكلام هنا الذي نود أن نبدأ به كلامنا أن الروايات التي تتحدث عن خصوص هذه الآية وهي آية التطهير كما تسمى كثرت إلى درجة أن الكثيرين من المؤلفين سواء كانوا من أتباع مدرسة أهل البيت أو حتى من أتباع مدرسة الصحابة من أتباع مدرسة أخواننا من أتباع المذاهب الإسلامية ألفوا كتبا بخصوص هذه الآية اسمها آية التطهير الآن الذي يبحث مواضيع وكتابات وغيرها عن خصوصية آية التطهير ماذا يجد كتب ألفت لخصوص بيان ما يرتبط بآية التطهير سواء كان ذلك من خلال المعنى أو من خلال السند أو من كثرة الرواة لهذه الآية السؤال الذي نطرحه حول هذه الآية التي كثرة حولها المؤلفون والكتب وغير ذلك من هم المقصودون بهذه الآية التي بدأت هذه الفقرة من الآية التي مطلعها أداة حصر إنما يريد الله وعندما نتحدث عن إرادة الله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكم ليذهب فيها تأكيد عنكم في أناس مخصصين الرجسة أهل البيت وليس فقط إذاب الرجس بل يطهركم تطهر من هم هؤلاء المقصودون في هذه الآية لا شك ولا ريب أنها لا تتحدث عن سياق عام أو معنى عام كما يرد في بعض الآيات القرآنية التي يكون فيها خطاب عام للناس أو للمسلمين أو للمؤمنين أو غير ذلك الآية تتحدث عن جماعة معينة فيها معنى الحصر كما قلنا لنبحث عن الجواب في المصادر الثلاثة التي نعتمدها في بحثنا تفسير الثلاث أبدأ بتفسير الحبري بصفحة 307 نجد حديثا مرويا عن أبي صالح عن ابن عباس حبر الأمة ماذا يقول في هذه الآية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجسة أهل البيت ويطهركم تطير يقول ابن عباس نزلت فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلي وفاطمة والحسن والحسين هؤلاء الخمسة هم الذين نزلت فيهم هذه الآية وهم من نعبر عنهم بأصحاب الكساء وللحديث عن الكساء حديث آخر كلام عن الكساء له حديث آخر لقائل أن يقول أنكم عندما تقولوا أن هذه الآية نزلت في هؤلاء وأخرجتموها من سياق الآيات الأخرى فالآيات التي وردت هذه الفقرة بينها تتحدث عن نساء النبي لا أقل من أن يكون داخلات فيها يعني يعني إضافة إلى هؤلاء الذين وردت فيهم الآية الكريمة أو وردت فيهم التفاسير فممكن يكونوا نساء النبي من ضمن هؤلاء هذا لقائل أن يقول كذلك نقول قبل الحديث عن النصوص الدالة والمفسرة والمبينة والحاصرة للمدلول والموضحة لهذه الآيات نقول يمتنع يمتنع أن يكون نسوة نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أهل البيت المقصودون في هذه الآية إضافة إلى ما سبق وأشرنا إليه من عملية تداخل المعاني في الآيات نقول هناك ما يدل على الامتناع المسألة ليست مجرد رغبة هناك أدلة تدل على امتناع أن يكوننا من أهل البيت ضمن هذه الآية طيب تعالوا نتحدث نتأمل سياق الآيات لسنا قلنا أن هناك سياق للآيات يدل على المعنى تعالوا نتحدث عن الآيات التي سبقت هذه الآية والتي تلتها نحن هي الآية 33 خلينا نبدأ من الآية 28 من سورة الأحزاب مطلعها بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك خطاب لنساء النبي يخاطب نساءهم إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فَتَعَالَيْنَ أُمَتَّعْكُنَّ وَأُسَرَّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّى لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْ كُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا هذه الآيات قبل أن نصل إلى مورد الاستدلال ألا تتنافى مع مضمون المنطوق الآية اللي هي مورد بحثنا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرسل البيت ويطهركم تطهروا إرادة الله لا يمكن أن تتخلف هنا الآية ماذا يقول الله تعالى يضع نساءه أمام خيارين أمام خيارين خيار من كل من هي التي تريد الحياة الدنيا وزينتها ولا تريد أن تتحمل ولا أن تتحمل المسؤولية الملقاة على عاطقة فتعالينا أمتاكنا وأسرحكنا وقل لها ذهبي إلى بيت أهلك وأعطيك ما ترتاحين إلي وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد لمن ما قال لكن صور هناك إذا كان في عموم هنا لم يقل لكن فإن الله أعد للمحسنات ماتي من كنا أجرا عظيمة التي تسير غفق هذا النهج فالتي تكون محسنة في عملها في سلوكها في تصرفها لا تلك النتيجة حتى لو كانت لو أنها أرادت أن تكون مع الله ومع رسوله وتريد الدار الآخرة ولكنها لم تكن محسنة فلن تصل إلى تلك النتيجة لأنه بالشق الأول في بعض النساء قالوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لا نريد أن نبقى وطلقهم كما هو معروف في سيرة التي تريد أن تبقى معه وتلتزم بتلك الشروط لن تصل إلى النتيجة إلا بشرط أن تكون من المحسنات طيب هذه واحدة خلينا نكمل يا نساء النبي من يأتي من كن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين خطاب تحذيري أن أنتن بعد أن ترضينا بأن تبقينا على عهدة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي تأتي من كن بفاحشة بخطيئة يضاعف لها العذاب ضعفين يعني إذا امرأة من عامة المسلمين ارتكبت ذنبا ما وعليه عقوبة هذا الذنب إذا ارتكبته واحدة من زوجات النبي سيكون العذاب مضاعفا ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ليه؟ لأن كنا اخترتنا أن تكون أن تبقينا ضمن هذا العنوان طيب بالمقابل وَمَنْ يَقْنُطْ مِنْ كُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ يَقْنُطْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ يعني الدعاء والطاع والالتزام حتى بما يريده الرسول يعني التي كانت تغضب الرسول والتي تسيء إلى الرسول والتي تتآمر مع زميلاتها على الرسول والتي تشكك بما يقوله الرسول تكون قانتة لله ولرسول المهم من يقنط من كنا لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريمة إذن بعض النساء من كنا التي ترتكب خطيئة يضعف لها العذاب إن كانت من ممن يعمل الصالحات ومطيع لله ولرسوله فيكون لها الثواب أيضا مضاعف وعتدنا لها رزقا كريمة إذن ماذا نفع من هذا الكلام لحد الآن أنه لا يوجد حكم عام ينطبق على جميع نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم ووضع لهن ميزان ميزان أول وميزان ثاني الميزان الأول يتعلق بإرادتك أين تريدنا أن تكون في قسم الأول أو الثاني فإن اخترت الميزان الأول خرجت معا مضمون الآية التي نتحدث عنها وإن أردتم الثاني فالثاني مشروط بسلوكيات وصفات معينة إن انطبقت عليكم تلك الشروط فبها وإلا فمعنى ذلك سيضاعف لكن العذاب إذن الميزان ميزان ما يرتبط بنساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم ناحية التمايزهن عن بقية المسلمات هو أن المسيئة منهن يضاعف لها العذاب والمحسنة يضاعف لها الثواب هذه الميزة بلحاض كونها حليلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم تأتي الآية بعد منها ماذا تقول يا نساء النبي لستنك أحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول سلوككم الاجتماعي يجب أن يكون متمايزا لأن كن تنتسبن إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الصفة أنكم أزواجوا فإذا أردتم أن تلتزموا مثل مقالة الآية من يقنط من كن لله ورسوله وتعمل صالحا التي تصل إلى هذه المرتبة يجب أن تلحظ إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض لا بد من أن يكون لكن مع الرجال مستوى معين بالعلاقات وبالحديث فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض قال قائلهم فيما بعد عندما نزلت آيات التحريم إذا مات محمد نكحن أزواجه يعني بعضهم كان يهوى بعض نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويقول بكل خفة واستخفاف وحقارة إنجاز التعبير أنني أفكر بفلان أو فلان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فالله تعالى أراد أن يؤدبهن في التخاطب مع الآخرين إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا هذا باليحاظ تأديب لهن بعد ثم أعطاهم أمر وجه لهم تكليف خاص أنتوا بدكم تططقوا يجب أن يكون هذا السلوككم الاجتماعي أكثر من ذلك وقرن في بيوتكن استقروا أنتوا بالبيت ليس لكم عمل خارج البيت لا هنا أو هناك قرن في بيوتكن هذا متعين عليكم بعد ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى تكون خروجكم وعلاقاتكم وطلعاتكم ونزلاتكم مثل أهل الجاهلية الذين لا يبالون بكل تلك الظوابط ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى لاحظ بعد هذه الأمور التي تتعلق بالعقيدة والسلوك السلوك الاجتماعي العام انتقل إلى بيان التكاليف العامة العبادية التي ترتبط بهن وبقية المسلمين وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إذن الخطاب لحد هنا لحد هذه الفقرة كله موجه لنساء النبي ضمن هذا التفصيل والتفاوت في المقام الذي يمكن أن تتصب به واحدة هنا نشاهد بهذه الآية جاءت هذه الفقرة مورد الحديث إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطيرة طيب في السياق السابق من تأتي منهن بفاحشة يضاعف لها العذاب هل يمكن أن تكون من مصادق هذا الكلام بالطبع لا التي لا تلتزم بكل تلك الظوابط هل يمكن أن تكون ضمن وصف أراده الله تعالى لا بعد أكثر من ذلك نجد هنا أن السياق هذه الآية تغير عن سابقاتها دعونا نكمل ما يليها ثم نعود إليها طيب هذه خلصة الآية 33 نأتي للآية 34 ماذا تقول واذكرنا ما يطلى في بيوتكنا ذكروا عليكنا أن تحفظنا كل ما يقال في بيوتكنا من وحي من حديث من كلام يترتب عليه الآثر فيما بعد واذكرنا ما يطلى في بيوتكنا من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا هذه الآية رجعت تخاطب النساء طيب هنا نقول من باب الاستدلال على عدم إمكانية أن يكون المقصودات في ذلك اللي تعالوا أعزائي اللي آية اللي تلونها هذه الفقرة ماذا تقول إنما يريد الله ليذهب عنكم عنكم ضمير المخاطب لمن النساء أو لا ما قال عن كنا لو أن الآية قالت إنما يريد الله ليذهب عن كنا دخلنا وصاروا هن المقصودات ويطهركم ما قال يطهر كنا بينما تعالوا نرجع للآيات كم مرة كان الخطاب فيه نون النسوة من البداية قل لي أزواجك إن كنتن تردن حياة الدنيا فتعالينا أمتعكنا وأسرحكنا كم مرة صاروا خمسة ثم قال وإن كنتن تردن الله ورسوله بعدين قال للمحسنات من كنا أجرا عظيمة صاروا ثمانية من يأتي من كنا بفاحشة صاروا تسعة ومن يقنت من كنا لله ورسوله صارت عشرة ثم يا نساء النبي لستن دعج إن اتقيتن اطنعج فلا تخضعنا تلتعج وقرنا في بيوتكنا ولا تبرجنا وأقمنا وآتينا وأطعنا حوالي العشرين بعد الآية رجع واذكرنا في بيوتكنا كل الآيات الخطاب استعملت فيه نون النسوة بينما هذه الفقرة من الآية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجسة أهل البيت ويطهركم تطهيرا ربما يقول البعض ممن يحاول أن يقول نعم ذكرت من باب التذكير لدخول المذكر فيها فإذن هنا يسلمون أن موضوع هذه الآية خارج عن السياق لأن هذه الآيات التي تلونها من الآية 28 للآية 34 كل خطاب مخصص للنساء فإذا أردتم أن تقولوا أنها تشمل النساء ومن دخل معهن مما دلت عليه النصوص التي ذكرناها عليه وفاطبة والحسن والحسين إلى آخره إذن تقرون أنه إدخال في السياق لما ليس فيه فإذا كان هناك إدخال لسياق الآيات بما لا يتناول بالموضوع لأن الآيات التي سبقت ما له علاقة فيها لا علي ولا الحسن ولا الحسين ما له العلاقة إذن داخلين وهم ليسوا مقصودون في هذه الآيات وخاصة نلاحظ أنه بعد هذه الآية رجعت الآية البعض منها تتكلم بنفس السياق يعني لو أخرجنا هذه الفقرة من الآية الآية 33 إنما يريد الله وأكملنا من مطلع الآية وقرنا في بيوتكنا ولا تبرجنا تبرج الجالية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وعطانا الله ورسول واذكرنا ما يطلى في بيوتكنا من آيات الله والحكم ما لكان اكتمل الموضوع وليس فيه أي نقص إذن ادخالوا هذه الآية إن كنتم تقرون بأن المخاطبين فيها ليسوا هم المقصودون بتلك الآيات فمعنى ذلك سلمتم بأنها موضوعها خارج ومن ناحية ثانية مضمونها لا ينسجم ما قاله الله تعالى من هذه الإرادة التكوينية التي ترتبط بهؤلاء مع ذاك التحذير والإنذار والعقوب المكررة وغير ذلك على الإطلاق هذا ما يدل على عدم إمكانية أن يكون المقصود في هذه الآية أحد من نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا قبل أن ندخل في سياق الأحاديث الدالة والمفسرة لمورد تفسير ونزول هذه الآية الكريمة هذا من جانب طيب نأتي إلى النص المفسر نصوص أخرى مفسرة لهذه الآية عندنا تفسير الحبري صفحة 297 عن أبي سعيد عن أم سلامة أم سلامة من هي زوجة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تلك الزوجة الصالحة الطاهرة قالت أم سلامة نزلت هذه الآية في علي إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا قالت فقلت يا رسول الله عندما نزلت الآية ألست من أهل البيت قال إن إنك على خير يعني أنت إمرأة صالحة نتيجتك على خير إنك من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول بالتفسير ونحن نضيف وآله وسلم نص صريح من زوج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلامة على أن النبي قال لستنا مقصودات لستنا مقصودات بهذه الآية النصوص الأخرى عزي التي تتناول بيان مورد نزول هذه الآية نتحدث عنها بعد الفاصل فانتظرون من من مبلغ عن مقام الآل من صدق جد السلالة إذ من سرهم بثق هم الهدات لغير الخير ما سلك في كل عصر لنا من سرهم عبق أهل النبي وأهل الله أخلصهم بالمكرمات فعز الغصن والورق لله عاشوا وحب الله قد قصدوا ويشهد الليل والأسحار والغسق بلغ عدوا سعى في كرههم تعسا قد كان قبلك كمن في قلبه الحرق من يكره الآل لم ينعم بمنزلة عند الإله وقد تاهت به الطرق لكنه البحر ما ضرته غاشية من حارب البحر يطوي عمره الغرق صل الإله وعلى من منه أنجمهم هم النجوم وطاه الكون والأفق هم النجوم وطاه الكون والأفق تحية طيب عزائي المشاهدين نعود إليكم بعد هذا الفاصل لا يزال حديثنا عن الآية 33 من سورة الأحزاب المعروفة بآية التطهير قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهير فيما ورد في تفسير الحبار عن خصوصية هذه الآية كما أسلفنا قبل الفاصل نصل إلى النص التالي الوارد في صفحة 306 الرواية هنا عن أبي هارون عن أبي سعيد قال نزلت هذه الآية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهير بمن في رسول الله صلى الله عليه وآله وهذه أنا مظيفة وآله وسلم وعلي وفاطمة والحسن والحسين في بيت أم سلمة فما يذكره هنا في هذا النص أن هذه الآية نزلت في بيت أم سلمة وصبق ذكرنا الحديث السابق ماذا قالت أم سلمة طيب طبعا أنا نستعرض مجموعة قلت في بداية الحديث اليوم أنه ألفت كتب في عدد من روى تفسير هذه الآية كما أسلفنا تفسير الحبر نص آخر صفحة 308 حديث ينقله عن أبي داود عن أبي الحمراء قال قال مين أبي الحمراء خدمت النبي صلى الله عليه وآله كما قلت هذه آله أضيفها مني وسلم نحوا من تسعة أشهر يعني أنا خدمت النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرابة التسعة أشهر طيب ماذا كان يحصل يقول فما من يوم يخرج إلى الصلاة والنبي كل يوم يخرج إلى الصلاة فما من يوم يخرج إلى الصلاة إلا جاء على باب علي وفاطمة فأخذ بعضادتي الباب ثم يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الصلاة يرحمكم الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجسة أهل البيت ويطهركم تطهيرا صوروا عزيزي هذا عمين قلت تسعة أشهر كل يوم عندما يخرج النبي إلى الصلاة يقف على الباب يطرق الباب هذا الباب الذي ماذا فعلوا فيه بعد رحيل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أحضروا ليخرجوا من فيه يطرق الباب يأخذ بعضادتي الباب ويذكر لهم هذه الأيو شو معنى هذا الكلام طيب ننتقل إلى نص آخر ذكره الحبر أيضا في تفسيره صفحة 311 عن أبي داود عن أبي الحمراء اللي ذكرنا عنه الحديث السابق يقول والله لرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله قلت هذه أنا مضيفة تسعة أشهر أو عشرة عند كل صلاة فجر يخرج من بيته حتى يأخذ بعضادتي باب علي عليه السلام ثم يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيأتيه الجواب ممن يقول علي وفاطمة والحسن والحسين وعليكم السلام يا نبي الله ورحمة الله وبركاته يقول حينئذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة يرحمكم الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا يقول ثم ينصرف إلى مصلاة يطرق الباب عليهم يحصل هذا الكلام ويذهب ليصل بعد تعالوا شوفوا عزائي عدد الرواة وعدد المصادر والصيغة المتعددة للكلام تفسير الحبري ينقل بصفحة 310 عن مين عن أنس بن مالك يقول أن الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا خرج إلى مصلاه الفجر ينادي الصلاة أهل البيت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وجه الخطاب لهم أهل البيت الصلاة أهل البيت ومن هذا أنس بن مالك طيب تعالوا نسمع نص آخر ينقله الحبري في تفسيري صفحة 209 وينقله أيضا فرات الكوفي لأنه بس ننتهي مما نقله الحبري في تفسيري سننتقل إلى ما ذكره فرات الكوفي ثم إلى ما ذكره الحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل هذا الحديث اتنين ذكره صفحة فرات الكوفي صفحة 1332 الحديث مروي عن من عن شهر ابن حوشب قال شهر ابن حوشب أتيت أم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأسلم عليها فقلت لها رأيت هذه الآية يا أم المؤمنين إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا فعم يسأل هذه الآية يعني كأنه عم يسألها رأيت هذه الآية يعني ماذا عندك عن هذه الآية قالت أم سلمة كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على منامة لنا في البيت تحتنا كساء خيبري ثوب خيبري يعني مصنوع بخيبر اللي كانوا هني معروفين بصناعة الأثواب فجاءت فاطمة ومعها الحسن والحسين وفخار فيه حريرة الحريرة المقصودة هنا نوع من الحساء من الطعام فيه دسم شيء من دسم ودقيق ويقال انه هو الدقيق اللي يطبخ بلبن هذا يسمى حريرة فقال أين ابن عمك قالت في البيت عم يسألها عم منعن عليه عليه السلام قال فاذهبي فادعيه قالت فدعته فأخذ الكساء من تحتنا فعطفه فأخذ جميعه بيده فقال اللهم هؤلاء مين صار علي فاطمة الحسن الحسين اللهم هؤلاء اهل بيتي فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا تقول ام سلم وانا جالسة خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت يا رسول الله بأبي انت وامي فانا انا مام معكم لست معكم قال انك على خير ونزلت هذه الآية انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا نزلت تقول ام سلم في النبي وعلي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام الى اين وصلنا من هذا الكلام من كل تلك النصوص ان اولا اتضح لنا ان مكان نزول الآية عند ام سلم ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتحدث ويوجه الخطاب بهذه الآية لحوة علي وفاطمة والحسن والحسين مضمون الدعاء الذي دعا به ربه واستجيب لو فنزلت الآية على علي والحسن والحسين وفاطمة الزهراء عليه السلام بعد تفسير الحبري نص آخر صفحة 304 وينقله ايضا فرات الكوفي في تفسيره صفحة 3032 عن ام سلم الحديث مروي طبعا هنا يفهم من السياق انه هذا الحديث وتكراره من النبي كان يتكرر باكثر من مناسبة لانه ما مر معنا قبل حديث انه كان النبي تسعة اشهر او سبعة اشهر او عشرة اشهر كل يوم يطرق الباب ويخاطبهم فمعنى ذلك انه كان تكرار الحدث باكثر من مرة وباكثر من مناسبة ويتكرر ما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم تقولنا ام سلمة كنت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في البيت فقال الخادم هذا علي وفاطمة معها الحسن والحسين قائمين بالسدة المكان اللي بيجلس عليه فقال النبي صلى الله عليه وآله 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 تنحي لي عن أهل بيتي بعدي فقمت فجلست في ناحية في مكان آخر من البيت فأذن لهم فدخلوا علي فاطمة حسن الحسين فقبل فاطمة واعتنقها وقبل علي واعتنقه وضم إليه الحسن والحسين صبيين صغيرين ثم أغدف عليهم خميصة له سوداء فقال اللهم إليك إليك لا إلى النار فقلت وأنا يا رسول الله قال وأنت على خير وهذا أيضا يدلنا على تكرار ما حصل وتكرار هذا الموضوع هذا أنموذج من الروايات التي وردت عن أم سلمة عن ابن عباس بما يتعلق بمورد نزول هذه الأي طبعا عندنا كما أسلفت مجموعة من الروايات نترك الحديث عنها إلى حلقة قادمة إن شاء الله وبهذا الوقت المتبقي نحاول أن نجيب على عدد من الأسئلة التي وردت إلى البرنامج عبر رقم الواتساب الذي يظهر أسفل الشاشة طبعا أكرر كلامي للأعزة المشاهدين أن إرسال الأسئلة في أي وقت يمكن على رقم الواتساب يفضل عادة أن يكون ضمن السياق العام الذي يرتبط بالبرنامج ولكن ما يرتبط بأي موضوع له بعده العقادي أو الدين فلا مانع من أرسال عندنا هنا رسالة صوتية وصلت من العراق خلينا نسمع نسمع صوت الرسالة ونجيب على السؤال الوارد فيها السائل نسمع الصوت السلام عليكم ناطق من بغداد سؤال لحضرة الشيخ بالنسبة للحلقة السابقة ذكرت أنه ابن مسعود كان المصحف لا يثبت فيه المعاوذتين ونحن عندنا أنه القرآن كل صورة بيه هي معجز فشون خفت على ابن مسعود الإعجازة موجود بالمعاوذتين خصوصا رب العالمين اتحد العرب أنه يؤتي بصورة من مثله يعني صورة واحدة ما يقدرون يجيبون فبحالة أنه إذا كانت أحد المعاوذتين هي معجزة من بدايتها نهايتها باللغة فشون خفتها علي ابن مسعود وشكرا شكرا لاتصالك يا أخ ناطق عبد الرضا يبدو أنه الأخ ناطق موضوع السؤال وما سبق وتحدثنا عنه في حلقة سابقة عندما ذكرنا ما يرتبط بالنص الوارد في الآية الكريمة وما ورد حول الآية وكف الله المؤمنين القتال ذكرنا يومها أن مصحف عبد الله بن مسعود يذكر فيه وكف الله المؤمنين القتال بعلي وأشرنا إلى بعض الخصوصيات التي يختلف فيها عبد الله بن مسعود عن بقية المصحف وأشرنا إلى أنه في نسخة عبد الله بن مسعود كان لا يعترف أو لا يرى أن المعوذتين من القرآن الكريم سؤالك يا أخ ناطق أنه القرآن الكريم هو كلام الله الذي يعتبر معجزة خالدة عبر الزمن وكل سورة من سوره هي معجزة فكيف خفية على عبد الله بن مسعود أنها من القرآن وأن هذه معجزة من المعجزات وطبعا هذا يدخلنا في الكلام أننا نزلنا الذكرى وأننا له لحافظ لابد أن نوضح بعض النقاط الأساسية أخ ناطق نحن نحن في الحديث السابق ذكرنا أن القرآن الكريم استمر نزوله على ناس على النبي صلى الله عليه وسلم بلحظ إبلاغ للناس وإلا هو في قلب النبي صلى الله عليه وسلم 23 سنة وترتيب القرآن الكريم الموجود بين أيدينا ليس هو ترتيب النزول بل ترتيب النزول هو موجود ومدون مع تفسيره وتأويله عند أمير المؤمنين عليه السلام الآية الأولى كانت اقرأ باسم ربك وصولان اليوم أكملت لكم دينكم إلى آخر ذلك المسلمون الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان دخولهم في الإسلام على مراحل منهم الإنسان الأول المسلم الأول الذي كان مع النبي منذ اليوم الأول إلى آخر يوم وسمع كل آيات الكتاب الكريم هو علي بن أبي طالب أما غيره فكانت علاقتهم مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمراحل مختلفة وكان منهم من يحفظ ومنهم من يكتب كما هو معروف واستمر الحال في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكان القرآن موزعا بمعنى أنه هناك من يحفظ أكثر من شخص آخر هناك من يحتفظ بأشياء أكثر من غيرها إلى عهد عثمان بن عفان بعد أن حصلت معركة اليمامة وقتل من قتل من المسلمين والقراء وحصل التوجه لجمع القرآن الكريم في مصحف واحد يعني عندما نقول في مصحف في مجلد واحد فكل واحد كان عنده مصحف يعني لديه عدد من الآيات فصاروا يجمعها من الطبيعي أن لا تكون جميع صور القرآن وآياته عند أي واحد منهم عدا علي بن أبي طالب عليه السلام لأن كل واحد الذي كان عبدالله بن مسعود من كان يسمع ويكتب ولكنه لم يكن مرافقا للنبي ولم يكن مع النبي منذ البداية حتى النهاية فمن الطبيعي أنه ليس من أحد أخذ كل القرآن عن النبي صلى الله عليه وآله 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 بل يأخذ قسما الذي يريد أن يكمل معلوماته يمكن أن ينقل عن الآخرين يسمع عن الآخرين وبالتالي يجمعها وهنا اكتملت يعني عندما أرادوا الجمع كما تذكر لنا النصوص أنه صار يأتوا بفلان عنده لذا كانوا صار يعتمد أنه لا يقبل بآية إلا موجودة عند اثنين كما هو معروف فجمعوا ما جمعوا من كتاب الله العزيز اللي هو بين أيدينا وطبعا هذا الكلام يأخذنا إلى جانب عندما نقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون معنى ذلك أن القدر المتيقن والقطعي والذي لا كلام فيه على الإطلاق هو أن القرآن الكريم لم يزد فيه شيء على الإطلاق هذا أمر محسوم هل هناك كلام عند بعضهم هل انقص منه شيء وما هو المقصود من النقيصة هل المقصود منها كلمة أو آية نعرف أنه عند في مدرسة إخواننا أتباع المذاهب الإسلامية ينقلون عن عائشة وغيرهم أن هناك آيات كانت عندها ثم أكلتها السخلة وليست موجودة والذي يدخل في إطار نقصان نقصان آيات القرآن الكريم وعن ادعاء ثم هناك كلام عندهم حول نسخ التلاوة أن هناك آيات كانت من القرآن الكريم ثم نسخ التلاوتها وهذا ما لا نلتزم به بلحاظ نسخ التلاوة نقول نسخ الأحكام يوجد ما نزل من القرآن بقي من القرآن لم يحذر فالمسألة تدخل في إطار بحث يتعلق أن ابن مسعود لم يقل بزيادة شيء ليرد الإشكال المحكم الذي يمكن أن يقال في هذا السياق نعم ربما يقول أنه هو لم يسمعها أو لم يطمئن إلى من نقلها أو أشبه ذلك فليست مدونة في كتاب وهذه لا تشكل طعنا في أي جانب من الجوانب لما لكل موضوع من خصوصيات مرتبطة بهذا الموضوع بالتالي كلام ابن مسعود الذي كما أسلفت يختلف عن ما هو مدون بين أيدينا من ترتيب هذا يأخذنا إلى جانب ما كان موضوع حديثنا اليوم أنه في ترتيب الآيات قد نجد هناك أشياء ربما يقول البعض أن الآية التي كانت هي موضوع حديثنا اليوم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرسل أهل البيت ويطهركم تطير أدخلت في سياق آيات أخر في كل الأحوال نحن ما نعتقده أن هذا هو الكتاب الذي بين أيدينا كان صحيح أنه جمع في تلك الظروف ولكن كان بإمضاء وإقرار أمير المؤمنين عليه السلام وإمضاء أمير المؤمنين يعتبر حجة أئمتنا عليهم السلام حثوا وتحدثوا عن أن هذا القرآن الذي يقرأ فيه الناس هو كتاب الله الذي نؤمن به لم يزد كما يقول سيد الخير رضوان الله تعالى عليه في بحث مفصل عن هذه المسألة ما نعتقده أنه لا تشمله الزيادة ولا يشمله النقصان وإن كان البعض يقول ببعض النقصان ما يرتبط بابن مسعود يدخل في إطار ما أشرنا إليه من أنه هو شخصيا لم يكن الموضوع عنده بالإحاظ السورتين لأنه كما يقال في موضوع سورة الفاتحة ببعض المصادر تتحدث أنه لم يكن يرى أن الفاتحة من كتاب الله تعالى مع أنه لا يوجد مسلم لا يقرأ الفاتحة في الصلاة مرتين هناك بعض الجزئيات الأخر مثلا عندما نرى أن البسملة الآن إذا تلحظ القرآن الكريم ماذا نجد فيها 114 سورة البسملة في القرآن الكريم هناك أبحاث بين المسلمين بشتى مذاهبهم وطوائفهم علماؤنا استنادا للأحاديث الواردة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام وعليهم مشهور علمائنا يقولون أن البسملة هي جزء من القرآن الكريم بينما غيرهم أو الكثير من غيرهم لا يرون أن البسملة جزء يعني ليست البسملة آية من القرآن الكريم إلا في صورة الفاتحة ولذا الذي يفتح المصحف الآن ويرى ترقيم الآية ماذا يجد البسملة في صورة الفاتحة لها رقم الحمد لله رب العالمين صارت الآية رقم اثنين إلى آخرين بينما في صور القرآن الكريم الباقية نجد البسملة ثم الآية الأولى تأخذ الرقم الأول فكثيرون لا يعتقدون بأن البسملة آية من القرآن الكريم في بقية الصور بينما يقول إمام الصادق عليه السلام عمدوا إلى أعظم آية في القرآن الكريم فحذفوها واعتبروها ليست آية اعتبروا أن ذكر البسمة وهو فقط للدلال على بدء الصورة من نهايتها هذا ما يرتبط بموضوع كأخ ناطق يبدو أن الوقت داهمنا عندنا مجموعة من الأسئلة نترك الحديثة عنها إلى حلقة قادمة إن شاء الله أعزائي حتى نلتقيكم نستودعكم الله وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة